السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العام. طبعا الاتصالات معناها نقل المعلومات من مكان الى مكان اخر. يعني معناها لو انا عايز انقل اي نوع من المعلومات. سواء كانت المعلومات صوت زي الارسال الازاعي او صورة زي الارسال التلفزيوني. او صورة مستند زي اجهزة ارسال الفاكس. او اه صوت وصورة وملفات اه بتنقل رقميا زي الانترنت اه او اشارات زي ترددات عالية. زي اجهزة الرادار. زي الاكمار الصناعية. كل دي من وسائل الاتصالات المختلفة. يبقى كلمة الاتصالات معناها نقل المعلومات من مكان الى مكان اخر. باي وسيلة او باي طريقة. النهاردة طبعا احنا هنتكلم مع بعض على الاتصالات اللاسلكية. لما اجا اتكلم بقى على الاتصالات اللاسلكية فبقول معناها ايه? معناها اه الارسال والاستقبال بين محطتين لاسلكيا. عن طريق معالجة اشارة المعلومات بالطرق الكهربية. يعني ايه الكلام دوات? يعني معناها اننا لما اكون عايزا نقل معلومات سواء كانت صوت او صورة او غيرها زي ما احنا قلنا. وعايزا نقلها من مكان الى مكان اخر. لاسلكيا. لاسلكيا يعني الوسط الناقل هيبقى عبارة عن ايه? هيبقى عبارة عن الغلاف الجوي. الفراغ. طيب هل ينفع نرسل الصوت او الصورة في الجو بشكلها الطبيعي وهي صوت او صورة? بالطبع لا. يبقى علشان كده لازم نعمل ايه? لازم نحول اشارة المعلومات اللي هي صوت او صورة احولها الى اشارة كهربية الاول مناسبة. بتعبر عن هذه المعلومات. وبعد كده الاشارة الكهربية دي اقدر ان انا اتعامل معاها. واقدر ان انا ارسلها من مكان الى مكان اخر. لو هرسلها لاسلكيا. يبقى عن طريق هوائيات الارسال. طبعا هوائيات الارسال بتحول بقى الاشارة الكهربية دي. هتحولها الى موجات كهرومغناطيسية. والموجات دي تنتشر طبعا في الغلاف الجوي او تنتشر في الفضاء. وتوصل الى الجهاز اللي هيستقبل طبعا. وجهاز الاستقبال بيبقى ليه هوائيات هو كمان. هوائي الاستقبال يحول بقى الموجات الكهرومغناطيسية مرة اخرى الى اشارة كهربية. ويتم استخلاص المعلومات منها. لو كانت صوت ترجعها تاني صوت. واذا كانت صورة ترجع تاني صورة. يبقى معنى كده تاني باختصار. الاتصالات اللاسلكية. معناها ايه? الارسال والاستقبال بين محطتين لاسلكية. عن طريق معالجة اشارة المعلومات بالطرق الكهربية. تعالوا نبص كده على الشاشة. ونشوف اه طبعا الشكل اللي قدامنا. الاتصالات اللاسلكية. معناها نقل المعلومات زي ما قلنا من مكان الى مكان اخر. وتلك المعلومات قد تكون عبارة عن صوت. زي الارسال الازاعي. او صورة زي الارسال التلفزيوني. او صورة مستند. زي اجهزة ارسال الفاكس. وقد تكون صوت وصورة وملفات باكملها تنقل رقميا. كما في الانترنت. طيب. يعني ايه الاتصالات اللاسلكية? زي ما كنا لسه بنتكلم دلوقتي. قلنا عبارة عن الارسال والاستقبال بين محطتين لاسلكيا. عن طريق معالجة اشارة المعلومات بالطرق الكهربية. ومعناها ايه معالجة اشارة المعلومات بالطرق الكهربية? زي ما انا لسه قايل. ان اشارة المعلومات سواء كانت صوت او صورة. لازم نحولها الاشارة الكهربية الاول تعبر عن هذه المعلومات. يعني مثلا لو صوت هنحوله الى اشارة كهربية عن طريق المايكروفون. وبعد كده بيتم التعامل بقى مع الاشارة الكهربية اللي هي بتعبر عن الصوت دي. ونعمل لها عملية معالجة او عملية تعديل. وبعد كده ارسلها من خلال اجهزة الارسال. طبعا الشكل اللي قدامي ده بيوضح لي محطة ارسال ومحطة استقبال. وزي ما احنا شايفين طبعا بيكون المحطات دي بيبقى ليها هوائيات ارسال واستقبال. بتكون طبعا على ابراج اتصال. بتبقى عالية. علشان تكون بعيدة عن المباني والاشجار واي حاجة ممكن تعوق عملية الارسال. طبعا الهوائي زي ما احنا شايفين بيحول الاشارة الكهربية اللي هي بتعبر عن المعلومات بيحولها الى موجات لا سلكية. وهي طبعا عبارة عن موجات كهرومغناطيسية. بتنتشر في الفراغ بسرعة الضوء. يقابلها الناحية التانية في الجهة الاخرى هوائي محطة الاستقبال. فيحول الاشارة او الموجات الكهرومغناطيسية يحولها مرة اخرى الى اشارة كهربية. وبعد كده في جهاز الاستقبال بيقوم باستخلاص اشارة المعلومات منها. يعني لو كانت صوت يرجعها تاني صوت واذا كانت صورة يرجعها تاني صورة. الشكل اللي قدامي ده برضو بيوضح لي عملية الارسال والاستقبال. تحت هنا في الشكل اللي تحت ده ده ارسال عن طريق الموجات الارضية. زي ما احنا شايفين كده دي ابراج اتصال برضو. وقادي هوائي ارسال. وبيرسل الاشارة على شكل موجات. الموجات دي ماشية بالقرب من سطح الارض. لحد ما يقابلها هوائي الاستقبال. وبيستقبلها طبعا ويحولها لاشارة كهربية مرة اخرى ويستخلص منها اشارة المعلومات. الغلاف الجوي زي ما احنا شايفين بيوحيد بالارض. واحنا عارفين ان في اكمر صناعية موجودة في الفضاء. واحنا طبعا يعني كل الدول اه او معظمها اللي عندها اكمار صناعية بتستخدمها استخدامات مختلفة. امر الصناعي عبارة عن محطة استقبال وارسال. وسيطة بين المرسل والمستقبل على الارض. يعني الامر الصناعي ده هو عبارة عن ايه? محطة ارسال واستقبال. ليه هوائيات طبعا. هوائيات ارسال وهوائيات استقبال. ولكنه مش موجود على الارض. لا ده احنا بنطلعه فوق في الفضاء. علشان احنا نرسل اشارة المعلومات بعد تعديلها طبعا. نرسلها من خلال محطات الارسال. فيرسل الاشارات ديه الى مين? الى القمر الصناعي اللي موجود فوق الفضاء. فيستقبلها. وبعدين. ارسلها مرة اخرى للارض للجهة الاخرى. ويغطي مساحة كبيرة جدا طبعا من سطح الارض بالارسال. طبعا هنا قدرت استخدم الامر الصناعي. علشان اقدر ارسل المعلومات من محطة ارسال الى محطة استقبال. ولكن طبعا محطة الاستقبال هنا ممكن تكون على مسافة بعيدة جدا. ما كانش ينفع ان احنا نوصل الاشارة مباشرة كده من محطة الارسال لمحطة الاستقبال ايه? اه بسهولة. فكنا نحتاج الى عدد كبير من محطات الارسال والاستقبال. لكن باستقبال الاكمار الصناعية طبعا بقينا نغطي مساحات كبيرة جدا من سطح الارض. وبطريقة اه. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة